هناك دول أخرى تأتي إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي والكلام عن هذا الحلف الذي نتحدث عنه العراق، الأردن، مصر هي كلها موجودة وستكون موجودة في السادس عشر من يوليو في الاجتماع الكبير الذي سيحضره طبعا الرئيس الأمريكي جو بايدن العراق وتحديدا رئيس الوزراء العراقي سيد مصطفى الكاظمي هو سيكون حاضرا في هذه القمة وهناك كذلك مشروع قرار نشر قبل أيام قليلة وطرح في مجلس النواب الأمريكي هذه الصفحة الأولى المتعلقة به وكذلك الحديث وهنا يظهر كما تلاحظ اسم العراق موجودا مع الأردن ومع مصر وأنا ودا أن أسألك عن العراق تحديدا لأن هناك فصائل مسلحة موالية لإيران ممكن أن تستخدم كبطاقة ضاغطة على الدول الخليجية وغيرها إذا ما فشلت المفاوضات النووية كيف لكونغرس أن يعتقد أن العراق ممكن أن يلعب دورا إيجابيا في ظل الظروف التي يعيشها العراق بتقديرك هذا سؤال عظيم إن المدى مدى عمق العلاقات ما بين الولايات المتحدة والعراق تجعل من العراق هي الجزئية في أحجية الشرق الأوسط التي سوف تحقق الأمن من وجهة النظري فإن العراق سوف تبقى نقطة ساخنة في التوتر الأمريكي الإيراني إيران ليست على وشك أن تغلق الباب أو العراق ليست بصدد إغلاق الباب في وجهه الولايات المتحدة ولا إيران القيادة العراقية تدرك أهمية الحفاظ على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة ومع إيران وسوف نرى المسؤولين على الجانبين في طهران وفي واشنطن يحاولون أن يؤثروا بالوضع في العراق من أجل تحقيق أجنداتهم ومصالحهم ولكن وكما نعرف لعدد من السنوات السعوديون أيضا كانوا يحاولون أن يعيدوا العراق إلى المنطقة العربية وتحت جناح المنطقة العربية وطبعا واشنطن تريد أن ترى دولا مثلها السعودية والإمارات العربية والكويت يعيدون بغداد أقرب إلى المنطقة العربية وأن ينشئ مساحة ما بين بغداد وطهران وأعتقد بأن هذا السياق مهم جدا أن نأخذه بعين الاعتبار وخصيصا في هذه الحالة التي تناقشها حضرتكم